ما قف عند اللوك. انت صرف ونكلف طوله. خلص والله العظيم ده. اكس رب ربعم وخمسين جنيه على شوية الحاجات. كنان اتضرب يمتين وخمسين. لا بس اللوك حلوة قبل. يعني انت شعر? لا يخليك. لا يخليك. مش عايفة ده سبايكي بنا ناديمة شوية ولا ده اسمه ايه. ده اسمه ايه. ده اسمه ايه. اه. 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 لا والاكسيسوريز دي ده احنا كده دخلنا بقى ايه جاو وعرف تو باك. انا من زمن انا بحب الحاجات دي الصراحة من زمن. كده دخلنا بقى يعني رعب رعب يعني. مش ظهر. لازم صراحة. بس دايما بتحب انت الالوان الغمقه. انا بحب لسه ضعبات اول. احب بشي حاجة. ما عرفش يعني. بحيس انا مرتاح قوي نفسيتي بترتاح في الحاجة. لغير من لسه وده في الحر الرخم. وناس كتير تقول لي يا ابني انت مضلم. انا بحبي كده يعني. ما عرفش. نفسي البس بقى فوق فوقي والحاجات حيلة. ما عرفش. والله ما مش بعرف. كان لسه عندك خناه انت مع عمرو مصطفى. قلت احنا عندنا جمهوري سافلت. ايوة دي حقيقة. هو هو. سيد عمرو مصطفى يعني لكل الاحترام. بس هو حد سرق منه لحن. او لحنين. ما يجمعش. لأ احنا. احنا. او كان ليه تصريح بيقول ان مغانين المهرجانات بسرق او الالحاج. احنا مش قائمين على هاز. احنا ناس فاهمين. وناس دارسين. وناس فاهمين كل حاجة. وناس صنع مزيكة. وبنجيب ناس في ناس كبيرة في الوصف بتيجي. بنقبل لهم توزيع. ولحن. كلمات. ميكس وماستر. كل حاجة. والأغناء بتنزيل الحمد لله. بتجيب نفس الملينة اللي هو بيجيبها. هي بس القصة. حد يسرق منك لحن. ارفع ليه قضايا تكلم عنه. ما تقولش كل الناس اللي دي نكحة دي من زمان. هما نكحها السرقة. احنا مش سرقة ايه. ما هو اصلا كلها بتسرق. حتى هو بنحت. يعني فئة الحن بيعملها بيستقب. يعني بيسمع لحن من حتة معينة. يكمل هو عادي. وبنقه هرشين وفاهمين كل حاجة. بس متاشر حرمية. خبالك ده اتهام. هو ليه حق الرد طبعا. ما هو كده كده كده. يعني انا كنت بحبه. كنت بتحبه. صراح. كنت بتحبه. صراح. يعني لأ ما حرمية احنا مش حرمية. طب انت ري خدت الكلام عن نفسك. ما هو فيه ناس تانية كتير بتآ بتآ بتغني معركات. هو قال كل الناس دي بدأوا بدايتهم. ايه بس هو ما قالش ما قالش اسمك. قال كله. ما هو دلوقتي انا سرق من لحن. اقول الشخص اللي سرقوا مني مين هو انا ما عافش ناصل انا لحن اللي تسرق. فهو بيجمع. فما تجمعش. يعني انا مسلا دلوقتي عندي مشكلة مع ملحن. اجمع على كل الملحنين. لأ انا بحدد الادام انت عملت فيها حاجة انا احدد عليك كاسم. لكن ما اتجمعش مع الناس. لان فيه ناس كتير محترمة. الناس عملت شغل كتير جدا. جابت ملايين كتير جدا. يعني هو بيقول لك بنروح برا مصر. احنا لفينا الكرة الارضية. وعندنا حاجات تثبت ده بفيديوهات احنا ما كناش بننزل حاجات زمان عشان السوشال ميديا ما كانش زي دلوقتي صح? يتخد. والله. فهو يعني محبش انا اللي يتكلم عن حد في حاجة يعني يتكلم في حتتك. اللي سرقك خش فيه وقضيه وامل في اللي انت عايز. طب حد يعني حاول يعني يكلمك ويكلمه يعني يقرب وجهات النظر. انا حاولت اوصل له. اه. انا ما عارفش اوصل له. انا نحب نشوف فقط دايما كل فينو فينو باتسلم عليه وبيحترمه جدا. واي سيرتم بتجي برا بيكون مسافرت برا في اي حتة. يقول لك عامل مصطفى عامل واو وله طبعا لمن عندنا والكلام ده. فهو لقيته بقى اتحول علينا خالص. انا ما عارفش ليه. يعني انا زعلاني صراحة. زعلان جدا. حاولت اوصل له قبل مكتب. على اللي ستولي. او بزرطة ممكن ناس تقول لك ما يعني. انا مليش في شو. مليش في الكلام دان هاي في حياتي. بس هو ما عارفش اوصل له بجد. انه هو يعني مش 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 اعتذار يحدد الهدف. لاني في ناس كتير زالي. ايو بس انت بس اللي رديت. لا كل المجال ردي. انت اول واحد رديت. ايو انا اول واحد رديت. وانت اللي كان الرد قوي وعندي جمهور يسفلت الارض. انا كلنا ايوة دي حقيقة عندنا جمهور فعلا. يعني هو بيتكلم عن نفسه ان هو بروح للعالم. احنا كلنا في الحاجات دي هو كل واحد بيشوف في الحتة بتاعته. لا انت لو بحثت ودورت احنا ما بنسافر اي دولة. ما يشوفش الاستقبال في المطار. ما بيشوفش حفلاتنا بيجي كام شخص في الحفلة. ما الحاجات دي برضو انا بمسل بلدي. فانا انا